السلام عليكم مرحبا بالشيخ حيا الله يا الشيخ أمو محمد البواسي الله يسلمك يا حبيبي شونك عيني صديقي هلو هلو انت صديقي والله انت صديقي وبيقولوها ازاي انت كل حاجة انت كل حاجة انت قلبي الله يسلم قلبك شونك ينور عيني شو صحتك حياك الله يا بعد قلب يا وردة والله محييك الله يديمك والله العظيم انا ادعي لك بقص الله الله بتدعي لك ايه اكون شيعي والله العظيم انا ادعي لك صلاة وانا شيخ أمو محمد البواسي ادعو لكم لان انت انت صيق ومتربع انا متعوب علي اسرائيل كان بتعتيه الله يسلمك يا حبيبي فاكر ما كانوا بيقولو لك اسرائيل بتعترامي والله العظيم يا جدا الممو كنت بقرأ رواية جميلة الان والله يا شيخ أمو محمد فعلا تخلي الواحد اشهد الله يا شيخ أمو محمد اني احب الامام علي اقسم بله اني احب الامام علي كنت بقرأ رواية كنت بقرأ رواية الان ذكرها العلمة المجلسي في بحر الانوار في المجلس 39 صفحة 81 في حديث داولي عن علي بن محمد السوفي انه لقي ابليس لعنه الله وسألوا من انت فقال انا من ولد ادب انت من قوم يزعمون انهم يحبون الله ويعصونه ويبغدون ابليس ويطيعونه فقال من انت فقال ابليس باقي انا صاحب الميسام والاسم الكبير والطبل العظيم انا قاتل هابيل انا الراكب مع نوح في الفلك انا عاكر ناقة صالح ابليس لعنه الله انا صاحب نار ابراهيم نعلت الله على الشيطان انا مدبر قتل انا مدبر قتل يحيى انا ممكن قوم فرعون من النيل ابن البتاع مصر انا مخيل السحر وقائده الى موسى انا صانع العجل لبني اسرائيل انا صاحب منشار زكريا انا السائر مع ابراهيم الى الكعبة بالفيل انا المجمع لقتال محمد صلى الله عليه وآله صلى على محمد وآله محمد يوم احد وحني انا ملك الحسد يوم السقيفة في قلوب المنافقين انا صاحب الهودج يوم البصرة والبعير واقف بين عسكر صفين معايش خام محمد انا الشامت يوم قربلاء بالمؤمنين ابليس شمت في مقتل الامام الحسين لعنة الله على من يشمت في مقتل الامام الحسين معايش خام محمد نعم الى ان قال ابليس انا الشامت يوم قربلاء بالمؤمنين انا امام المنافقين يا الله انا مهلق الاولين انا مدل الاخرين انا شيخ الناكثين انا ركن القاصتين أنا ظل الماركين أنا أبو مرت مخلوق من نار لا من تين أنا الذي غضب الله عليه رب العالمين فقال له علي السوفي قال له بحق الله عليك إلا دللتني على عمل أتقرب به إلى الله وأستعين به على نوائب دهري فقال اقنع من دنياك بالعفاف والكفاف واستعين على الآخرة بحب علي بن أبي طالب وبغد أعدائه الله أكبر الله أكبر فإني عبدت الله في سبع سماوات وعصيته في سبع أراضيه فلا وجدت ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا إلا وهو يتقرب بحبه حتى الأنبياء سمعني يا شيخان محمد اللهم صلي على محمد أسمعك أسمعك شوف فقال إبليس إبقى واستعين واستعين على الآخرة بحب علي بن أبي طالب عليه السلام وبغد أعدائه اللهم صلي على محمد وآل محمد ولا كنت لسه بقرأ الرواية من شوية حياك اللي شيخان محمد رامي أنا عندي سؤال دون زحم عليك بس ممكن تديني تلقيكة واحدة وأوضح حاجة يعني أصدق ألغي أصدق لا لا معايا معايا أقولك شيء بس أول واحد قال لنا حبه علي وأمنه بالولاية هو إبليس إبليس أول واحد قال لك ابغد أعداء المحمد وحب علي فهذه وزيفة إبليس قال لك آمنه بالولاية وأن يوم القيامة الذي ينفعك على نوائب دهرة والآخرة هو أنك تحب الإمام وتؤمن بالإمامة وتبغد أعداء المحمد صلي على محمد وقال محمد أنت عارف دي بتفكرني بإيه يا شيخ؟ تعارف بتفكرني بإيه؟ بقول الله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فتلعي الكلام دوت أول واحد قال لنا محمد بكر المجلسي ما جابهوش من عنده ده تلعي الشيطان دورنا في القرآن ملائناش هذه الإمامة دورنا في سنة النبي صلى الله عليه وقال ملائناش الإمامة دورنا في نهج الملغة خطب أمير المؤمنين ملائناش الإمام ملائنا مين؟ الذي كان يلقب بشيخ الإسلام عندكم يا سمحت الشيخ ما هو محمد بكر المجلسي هو محمد بكر المجلسي كان يلقب بشيخ الإسلام عندكم هو كان يلقب في آخر الزورة الصفوية ولد في سنة كذا وكذا ولا مصنفات كذا وكذا وكان يلقب بشيخ الإسلام تقي العلامة المجلسي التقي العلامة المحدث هو أول واحد تلع هذا الكلام هو إبليس يا كلاشي خباب حمد محبت كلم معاك انت صديقي صديقي يا أبو محمد لي يا أبو محمد سكرت الخط لي يا أبو محمد أنتم الشيطان يوحي إليكم يا أبو محمد لتجادلوننا الله سبحانه وتعالى قاله يا أبو محمد مش من عندي وإن الشياطين ليوحونا إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الشيطان بيوحي لعلماء الشيعة من أجل أن يجادلوننا بهذا ونشد أننا لن نطيعهم قالوا لكم القرآن محرف بعيدوا عن القرآن السنة لا يتمسقوا بالعطرة وما نجري لأهاديث العطرة تلع الشيطان اللي بيقول لنا اتمسقوا بعالي وحبوا بعالي وجولوا بالإمامة إيش هذا يا أبو محمد هذا القول يا أبو محمد نفس الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك يا أبو محمد بيّن ذلك الله سبحانه وتعالى قال إيه يا أبو محمد اقرأ الآية دي معايا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُوا فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُوا فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ يا أبو محمد ما عندهش علم من القرآن ما عندهش علم من السنة ويتبع كل شيطان مريد أهو يا أبو محمد أهو اكرأ يا شيعة يا موالي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم أهو يجادل في الله بغير علم يجادل في الله بغير علم وبيتبع كل شيطان مريد فالشياتين بتوحي إليكم يا أبو محمد الشياتين بتوحي إليكم يا شيعة أوحد إلى علمائكم وأنتم تمسكتم بذلك أوحد شياتين إلى علمائكم هؤلاء وأنتم تمسكتم بهم كان معكم الشيخ أبو محمد البويسي من العراق